بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزان يا جماعة مادياً لا متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية معصر عليكم جامد. ان شاء الله يا ربك ردي تصدق. تسلمي يا همسيت تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية. تعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبطاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عمكو ربنا يكون في عمكو لو الكروت دي مزبوطة. شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين. الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. فاهمين قصدي او الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه ما زندوش كويس. اه ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس انه هو الطاقة ما بينكم فيها ايه؟ الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجايبها في علاقة عاطفية. اما مرسيا نونة. فيها في حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. اه في وضع غلط بيصلح. تمام زي ما انتم شايفين. ما يسك شاكوش وبيصلح. اه صح? اه. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مدية. مش بس آآ آآ مستقرة. لا 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 ده عايز صراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جندا جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتساعد. مش هاي اللي بتساعد. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها بطاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. بتنامش من كتر القلق. حاسة منها آآ شركة هيبان على حقاقته. آآ الطاقة ما بينكم فيه حاجة بتتصلح فيه حاجة بتتغير. آآ شريكك عايز ايه? عايز يعرف يعني ياخد كل حاجة منك يعني عايز كتير عايز كتير طلباته كتير والديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفس واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعة هتكشف على حياته. شايفك ازاي شريكك شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او او ليه مزع على الميزان بالشكل ده? بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزان. الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح. بصوا باذن الله جايلكو فلوس. في تطور في حالة مادية. كويس? حيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هل يا ميزان انت هتقبله? خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت ان هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب. حالله بس نوقف معايا حتة حتة. مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معاك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو ما وقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انا نصيحتي ليك سيبك بقى متروه خالص. بليز ما تقبلوش. بليز ما تعملش للسلح ده. اوكي? امين يا رب تسلم يا عبدالله. بشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة بره الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكك على الف خير. هلا خاصل قرية بسرعة. انه نزان عايز باب رزق جديد. رزقه حاس انه مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثر على نومه. وقربت الاثر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدهور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكو ازاي? حاجة كانت مصدورة وانكشفت? او مش مدي لك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينة انا مشاكل انت بنت ولا ولد. آآ بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا. عمليها كافي وبعتيها للصفحة وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوع عن موضوع ده بعد الالغاية. آآ شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبره امام. انت وبتسعة. شايفك بتسعة. يعني مش واقف مكانك. محدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حلمة دي حتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. آآ وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك. ان شاء الله. شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. آآ ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بعض ومش شايفة فرائي ميزان. يمكن يكون في آآآ عقبة او يعني مطبه. عين كده بس انك مطب صغير. آآ يمكن يكون شريكك آآ بتعب من الامتظار آآ من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو اسضن بشريكك. ممكن يكون فعلا آآ تعب من حاجة معينة آآ وطاقت وقررت تخلص. فان شاء الله حيجد جديد. بازن الله حيجد جديد في العلاقة وبازن الله علاقة تحسن. طيب. آآ سؤالها في السفر ولا لا للأسف مش شايفة سفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة سفر. انا شايفة قدامي انها هي بحرب شديدة. وربنا يكون فعنا كالصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بجد. آآ حالة متدهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن وقفة بمنتهى السبات وبتحاول تبين ان هي ولا فرق معها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? حتتبع بقى. بس دي مسكة سيف. وحطير بقى. حطير رقاب. متجوزة. طب فيه اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لانه شايفة الدنيا نيلا خالصة. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. آآ شايفة قدامي حسد شديد او سحر تبارت الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. اخلص انتم الاتنين رديدتوا عليه طب متجوزة طب فيه اي حالة تانية. بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عمل هتتشتغل يا لأ. لكن صح قلبك يا بليل. يمكن تكون يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا. وانا قايت برافو برافو برافو. شايفة قدامي انهيار البرج الشكل في حاجة كانت كنتي حطة يعني صورة لشيء وحتبتدي الصورة بتباني على حقيقتها. حاجة بتنهار وبتظهر آآ وبتظهر على حقيقتها. انهيار البرج. طب الحمد لله. خلاص. بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال. واحتفال بدك. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او آآ في حاجة عندك هتحصل في في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتسجبوا في الحاجات المعقولة. وخلي بالك منجرة الحسد ده عندكو حسد. لكن ما شاء الله عليك انت مواقم يعني. بصي ده آآ قوية ما شاء الله وقفة بثبات. وآآ عندك توازن ما شاء الله عليكي. وشايفة اهو. ده الشريك الحمد لله بما ان علاقة كويسة. شايفة الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. فيه شخص عندك هيبان على الحقيقته لاني شايفة خطارة. بتحسي بخطارة. بس بكيز ما تزعليش ما يستاهلش يعني منك انك تزعلي خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله اختمال دائرة. كارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل الارايات وظهرت برضو في الاراية الخاصة. الميزان مدقن لعمله جدا. انت مدقنه لاي امكان اللي انت بتعملي. بس سؤالك حبيبتي ازا فيه صفر. انا شايفة احتفال. احتفالي. لكن يمكن يكون ده. يمكن يكون الصفر. لو انت حاجة اخذت بالنسبة لها خطوات ومستنية التنفيذ. يمكن ان شاء الله تجي لك مسلا موافقة تبتدي خطوات فيها. انما الصفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي.